هل يا أصدقائي معكم سامو؟ طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان اليوم يا أصدقائي هو يوم الخميس واخرا بكاكسين نزلت الأغراض الجديدة والباقات اللي قلت لكم عليها بإيميل يوم الاثنين فاليوم يا أصدقائي نزلت كمان باقة اللوليكا نفس ما تشوفون يا أصدقائي هي هذه طبعا يا أصدقائي بهذا الفيديو حنتعرف عن الباقة بشكل أكثر ورح نتعرف على التفاصيل حقتها وكمان نزل للحيوان هذا واللي يشبه خاروف فطبعا نشوفوا كيف شكله فبعد شوي كله رح نجربه ورح نشوف الأسعار ورح نشوف كل التفاصيل فطبعا يا أصدقائي لازم تشاهدون هذا الفيديو من الأول للأخير وكمان يا أصدقائي لا تنسوا تدعمون هذا الفيديو بكثير اللايكات وتشترككم بالقناة وتفعلون زر الجرس وحاليا يلا نبلش فلتس بيوم بس اتمام يا أصدقائي طبعا أول شي رح نسويه هو رح نشتري الحيوان الجديد لأنه هو أرخص شي نزل بالعروض أو بالجزء الثاني تبع تحديث الموضع فيلا يا أصدقائي هو هذا النفس ما تشوفون صار بالمتجر ويمديكم تشترونا وطبعا يا أصدقائي السعره طلع رخيص مرة فقط بخمسة وسبعين جوهرة فالسؤال يبقى حاليا رح نعرف هل يستحقها أو لا وطبعا يا أصدقائي ملاحظة هذا الحيوان قابل للدمج تمام يعني لو تريدون ميزة الركوب ضروري تشترون ثلاثة منه وتدمجوهم لان يصير عندكم حيوان واحد ينركب عليه فبالاول أنا ما رح أتسرع رح أشتري آآ واحد بس ولو عجبني آآ رح أكرره لمرة الثالثة تمام وبعدين رح أصير السخطمة أكبر تمام بس أنا يعني عندي إحساس رح يطلع حلو تمام لأنه شكله مرة حلو طبعا يا أصدقائي ناس ما تشوفون للأسف ما قاعد تطلع لي ملابس للكا الجديدة ليش؟ لأنه يا أصدقائي باختصار اللي خفنا منه حصل الملابس طلعت بشحن بس ما ليش يا أصدقائي آآ بقية الملابس آآ في منها بجواهر وأسعار مختلفة فتمام يا أصدقائي حاليا طلعت بشحن وبيكاكسي عطتني إياها وعطتني كمان الأعثاث فبعد شوية رح نجرب الباقة تبع للك عشان نتأكد أكثر تمام فبالنسبة للحيوان أعتقد أن الحيكون آخر شي في الله ننزل تمام أوكي 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 لا لحظة وينه؟ لا يكون صار لاك جديد أو شي زي كده بس لحظة على فكر هذا كمان الحيوان تبع ليلك شفتو الباندا مرة حلو باندا لان نفس ما تعرفون الفكرة كلها من الباقة تبع ليلك وهو الباندا فمستوحات من الباندا فهو هذا يس قيل الحيوان طبعا اللي ما يعرف انه هذا كلب يس وطبعا هذا النوع من الكلاب اسمه البودل يس كلب البودل فهذا اسمه فشوفو كيف يكون في هيك شعر وهيك فحلو وكمان ملامحة كيوت كيوت شوفو شلون والله كيوت شوفو شوفو الانف شوفو الفم والله حلو وبيكاكسي مستخدمة فيه بنفسجي والابيض بنفس ما تشوفون هو هذا طبعا اعتقد حاليا ما رح يطلع اي شي لانه يحتاج نوصله او نطوره للمراحل الاخرى واللي هي الليفل الثالث والليفل الخامس تمام فيعني يحتاج يصير اكبر اكبر من هذا الحجم وكمان يا سقى حاليا واخيرا نزلت السيارة هذه السيارة تبع تحديث الموضة عن جميع اللاعبين بالاول كانت عندي اليوتيوبرز فقط وكنت جربتها معكم في الفيديوهات السابقة نفس ما تشوفون حاليا يا سقى تعالوا اجرب معاكم السيارة من جديد بالنسبة اللي ما شافوا الفيديوهات السابقة وطبعا بالنسبة لسعارها نزلت بسبعة دولار وتسعة وتسعين سنت نفس ما تشوفون يا سقى الصيارة مرة سريعة نفس ما قلت لكم في الفيديوهات السابقة وكمان تحتوي على القفز والرنة والميزة الجديدة يا سقى وهو الصيارة هذه شوفوا بالمقعد اللي وراء يمدي للحيوان تبعنا يجلس فيها وهاي الميزة ما موجودة بالسيارات السابقة فحلو نفس ما تشوفون وكمان يمدي لأكثر من شخص يجلس فيها أو يركب عليها اعتقد انت وصديقك فيها مقعدين طبعا حاليا يا سقى جربنا السيارة وجربنا الحيوان لست ضايلنا اهم شي وهو الملابس السبع لوليكا وطبعا يا سقى متحمسين عشان نجربهم فلتس جو طبعا الملابس اعتقد فيك كثير حتكون حطيتها هنا ان شاء الله وطبعا هاي الملابس السابقة تبع علي لكا من الناس ما تشوفون اللي كانت نزلت تقريبا قبل سنتين هيك شي فلحظة نشوف وينه اه هي هذي طبعا يا سقى نستخدم الفيس اكي عشان نكون صريحين بالتقييم حلو فلحظة لانو راح نقيم حرفيا كل قطعة من الباقة وما راح اضلمها وما راح اسلك لها فلحظة ايوه هو هذا اوكي والله طبعا اغرب من التسريبات حلو ما تبهت والله او مايجاعد شوفو طبعا يا سقى اول شيء اول شيء الشعر تسريحة الشعر نفس ما قلت لكم كمان بالايميل مرة حلوة وجديدة بنفس الوقت خصوصا يا سقى حبيت حاليا لما تتمشس الشخصية الشعر يتحرك فهذا الشي خليها واقعية اكثر يعني الشعر مو مجرد جماد او شيء زي كذا لا اوكي وخصوصا التنورة شوفو هي باللون الازرق فاحلو اوكي بس العيب اللي شفت فيها هو قصيرة مرة اوكي فهاي الباقي يا سقى للأسف ما فيها ملابس للأولاد فشكرا انظلمنا يا أولاد يا شباب اوكي معليش معاوضين للمرات الجاية وكمان الحذاء حسيت اني ظلمته بالايميل لانه ما كان عم بيطلع بشكل واضح اكثر ولكن صراحة يا سقى مرة حلو الناس ما تشوفون اوكي اوكي بالنسبة للحقيبة الحقيبة مرة حلوة يا اخي كيوت شوفوا كيف حاليا تعالوا نجرب العثاث لاتس كو طبعا نجربنا حاليا الملابس ولحظة اعتقد اني رح اقيمهم تسعة ونص من عشرة هذا تقييمي للملابس وحاليا واخيرا دخلنا للبيت اه وجهت اللحظة المنتظرة طبعا رح تكون هون تمام جمعتها بكاكسي بخاصية واحدة ضمن الباقة تباعلي لكا السابقة المهم هاي التلفزيون الكناباي اهم شي كمان نحطها هون وبعد شنو نحط نحط السجادة اوكي اوكي بدي حطيها سقاي كل شي لوحده عشان نفس ما قلتلكم نشوف التفاصيل ونركز على كل تفاصيلة صغيرة فبالاول شوفوا معاي هذا هو الشكل الطاولة ناس ما تشوفون اه هي بالبنك تمام ولاحظت انه هي مرة صغيرة وبنفس الوقت احلى الشي عليها حرف ال اه وهو اللوغو تباعلي لكا حلو وطبعا هون اللوغو الاخر تباعلي لكا وهو الباندا فبك اكسي مستخدم الباندا في السجادة نفس ما تشوفون حلو وطبعا هون عندكم التلفزيون او ماي جاد شوفوا التلفزيون شنو فيها شنو يطلع بيها واو اوكي هون يعني نحيعة مشاهير وكذا حلو فشوفوا التلفزيون كيف شكلها مرة حلو يمكن هاي احلى تلفزيون نزلت لحد هسه لانو بيك اكسي ساحب عن التلفزيون حرفيا اوكي كمان ساحب عليهم بالحياة الواقعية فشوفوا يا سقاي الكانبايا مرة حلوة يمدي لشخص واحد فقط يجلس فوقها حلو وطبعا شنو حبت اكثر هاي الوسادة الموجودة عليها اللي على شكل باندا فطبعا يا سقاي بالاول خلونا اغير الملابس وخلونا حاليا نخلص الفيديو تمام فطبعا يا سقاي الاثاث كم رح اقيمه بالنسبة للاثاث ممكن اقيمه 8 من 10 تمام النقاط البقية راحت على السعر وبس يا سقاي هذا وفيديو اليوم بالكامل الحرفية لو استفتوا وستمتعتوا لا تنسوا الدعموا بكثير اللايكات واذا تشاركون بالقناة وتفعلون زر الجرس وبس ما السلام وبي باي السلام